للقائد ضو أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة في الستوديو الزميل محمد بورويس مساء الخير محمد مساء الخير حسام ومساء الخير مشاهدين الكرام إذن يعني محمد هي الخطوات الأخيرة أو بالأحرى المسات الأخيرة يعني نحو تفعيل التغطية الصحية لفائدة الطلبة بالفعل هو المرور إلى السرعة النهائية من أجل تنزيل هذا المخاطط أبرز رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران أن مشروع تغطية الصحية للطلبة يندرج في إطار الإرادة الحكومية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية منذ المصادقة على خطوطه العريضة نهاية العام الماضي وقال رئيس الحكومة إن اجتماع اليوم يشكل انطلاقة لتفعيل نظام التغطية الصحية للطلبة بشكل يمكنهم من الاستفادة من خدماته ابتداء من الدخول الجامعي المقبل من جانبه قال وزير الصحة الحسين الوردي إن حوالي 260 ألف طالب سيستفيدون من التغطية الصحية خلال الموسم الجامعي 2015-2016 وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون درهم هذا من جهة طيب من جهة أخرى ما هي الفئات التي ستستفيد من هذه التغطية طبعا دائما الحديث عن فئة الطلبة بالفعل أوسع فئة من الطلبة في الواقع الأكثر احتياجا وفق المعطيات التي كشفها وزير الصحة فإن الطلبة المستهدفين من هذه التغطية الصحية هم طلبة تعليم العالي وطلبة ومتدرب أسلاك التعليم والتكوين ما فوق الباكالوريا أو ما يعادلها في القطاعين العام والخاص بما فيهم أو بمن فيهم الطلبة الأجانب والبالغين 30 سنة على الأكثر مع عدم تطبيق حد السن على طلبة التعليم العالي العتيق وطلباء غير المتوفرين على تغطية صحية أخرى كمؤمنين أو من ذوي الحقوق وأبرز السيدة الوردي وزير الصحة أنه سيتم أداء معظم كلفة التغطية الصحية للموسم الجامعي المقبل من ميزانية الدولة مشيرا إلى أن طلبة التعليم العالي ومتدربي التكوين المهني الخاص المقدرون بحوالي 30 ألفا سيتحملون تكلفة تغطية هم طيب كيف سيتم تفعيل وتدبير هذا المشروع محمد أمام الأعداد الكبيرة للمتدخلين بالفعل على ثلاث مراحل تقريبا سيتم تدبير تغطية صحية للطلبة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحطيات الاجتماعي إذ سيستفيد الطلبة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها موظف والقطاع العام وستتم أجراءة هذا المشروع عبر ثلاث محطات تشمل أو تتمثل في انخراط مؤسسات التعليم والتكوين وتسجيل الطلبة في نظام التغطية الصحية لتتوجى باستفادة الطلبة من خدمة النظام وتراهن الحكومة على أن يستفيد الطلبة مع الدخول الجامعي المقبل من التغطية الصحية الإجبارية رغبة منها كما تقول في توفير المزيد من الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة تيسيرا لشروط التحصيل الدراسي للطلبة والطالبات في ظل كل هذه المعطيات محمد أين نحن اليوم من التغطية الصحية الشاملة؟ ماذا عن النسب والأرقام المتعلقة بذلك؟ بالفعل التغطية الصحية للطلبة هي حلقة من مسلسل توسيع سلة التغطية الصحية في المغرب بعد تمكين أو يعد تمكين جميع المواطنين من التغطية الصحية رهانا أساسيا للسياسة الصحية العمومية إذ يحاول المغرب توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية منذ إقرارها عام 2005 وبالفعل فقد توسعت قاعدة المشمولين بالتغطية الصحية فبعد أن كان عدد المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية يناهز بالكاد 34% انتقلت النسبة إلى 62% حاليا باحتساب عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية غمد فيما لا تزال نسبة 38% تقريبا من الساكنة خارج أي نظام للتغطية الصحية وتشمل هذه النسبة أصحاب المهن الحرة والمستقلين والطلبة الذين من المرتقب أن يدخلوا تدريجيا اعتبارا من هذه السنة تحت مضلة تغطية الصحية وارقام ونسب وتوضيحات كافية ووفية حول التغطية الصحية الشاملة والتغطية الصحية المتعلقة بطلبة الزميل محمد برويس دائما ما تفيدنا بمواضيع مهمة في مجالات مختلفة شكرا جزيلا شكرا لك حسام شكرا جزيلا